حلوة الأكل الشعبية بقرد الروح ومغزية حلوة الأكل الشعبية بقرد الروح ومغزية يا حلوة الأكل الشعبية أهلا وسهلا بكم نهاردة في حلقة جديدة من حلقاتنا وبقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وخلاص بقى احنا النهاردة هنعمل عشورة عشان موسم عشورة وكل سنة وانتوا طيبين وحبايبنا وكل مصر يا رب بخير وسعادة والنهاردة كمان هنعمل حاجة حلوة قوي هنعمل ألقاس الألقاس بيتعمل منه على فكر كذا نوع معظم الناس عارفة ألقاس أبو سال أخضر في ألقاس بتعمل صنية وفي ألقاس بيتقلي وفي ألقاس بيتشوي فاحنا النهاردة هنعمل نوعين بس والباقي هنبقى نعملها لكم فرصة تانية النهاردة هنعمل قلقاس بالسلق الأخضر والكزبرة وهنعمل قلقاس صنية بالطماطم والبصل والتوابل هنشوفهم هنعملهم ازاي والنهاردة كمان الحلوة بتاعنا زي ما قلت عشورة هنعمل عشورة عشان الموسم كل سنة وانتوا طيبين موسم عشورة ودي عداد بقى عندنا لازم في موسم عشورة بنعمل العشورة هنشوفها بتتعامل ازاي وكمان في حاجة عاوز افكركم بيها ياريت كل الناس تفتكرها ودي حاجة حلوة او مفيدة الحلبة الخضرة الحلبة الخضرة اللي هي دي ده موسمها على فكرة ده موسمها هي شكلها كده بس مفيدة جدا مفيدة اوي اوي اولا مفيدة للستات الرضع بتزود اللبا للاطفال وجميلة وحلوة اوي وبعدين حلوة اوي للي بيحبش يشرب الحلبة عشان بيتضايق من ريحتها الحلبة الخضرة اولا ما بتعملش ريحة في الجسم وبتنشط المسانة وبتكرر البول وحلوة جدا مالهاش حل جميلة جميلة لو انت مش حبة ان انت تشرب الحلبة الحصة كلي الحلبة الخضرة دي خطيها في صلطة الزبادي خطيها في الصلطة الخضرة كليها زي ما هي كده ياريت كل الناس تفتكرها لان هي مفيدة جدا مفيدة وحلوة اوي وهو دبا شكلها وعلى فكرة ممكن تحطيها تغليها دي تتغلي زي الشاي لاخدر يعني فيها سبع فوايد تغليها زي الشاي لاخدر برد وزي النعنيع تحطيها كده اعدان كده في المية السخنة وتتغلي تبقى زي الفل لان دي ما بتعملش ريحة في الجسم زي الحلبة الحصة وبعدين دي دي اولا عاوز اعرفكو ان دي بتبقى دي لسه والحلبة ورور بمعنى ان هي لسه ما طلعتش الزهرة ولا الحباية بتبقى لسه خضرة طلعة كده مورقة ولا طلعت الزهرة ولا الحباية بتاعتها فعشان كده بتبقى مسكرة وحلوة ومش مرة وما فيهاش اي حاجة وحشة دي بتبقى زي الفل بعدين يا زي المثل بقى بيقولك ايه الورور يؤكل هنشوف النهاردة هنعمل ازاي الحاجة بقى الجديدة القلقاس اللي هو بالطماطم ده بيتعامل صنية زي صنية البطاطس بالزبط زي صنية البطاطس بتجيب القلقاس القلقاس على فكرة هو ده شكله ستات كتير اوه عرفات طبعا هو ده بيبقى شكله بتجيبيه وتمسيكيه تقشريه وبتقطعي دي وبتقشريه كويس وبتخرطيه زي ما تحب لو هتعمليه بالسلق هتقطعيه مكعبات بالشكل ده لو هتعمليه صنية هتقطعيه ترنشاط بالشكل ده لو هتقليه هتقطعيه صوابع ولو هتشويه بتجيب القلقاساية الصغيرة اللي زي دي وتسيبيها بإشراها وتنغزيها من الجناب وتشويها على عين البتجاز زي البتنجان البابا غنوج هنعملهولكو برضو بس النهار ده احنا اخترنا نوعين منه والباقي انا هعملهولكو لان ده احنا في الشتاء وموسم القلقاس يعني القلقاس ده بيطلع تحت الارض زي البطاطا وزي البطاطس وبعدين احنا دايما نقول عليه ابن عم البطاطس فبيبقى واخد خير الارض وخير الطبيعة وبيبقى حلوة او هتجيبي صنية اي صنية عندك وهتحطي فيها معلقة سمنة او معلقة زيت بس احنا النهار ده نعمله بزيت عشان يبقى سيومي ايا استاذة امال ايا حبابتي عاملة ايه ازاي الحمدلله احنا بخير ازاي حضرتك وحضرتك طيبة وبخير وعملين ايه الحمدلله احنا بخير ازاي حضرتك ربنا يكرمك ان شاء الله الله يخليك يسك يكرم الشباب كلهم الله يخليك ازاي اللي عندك كلهم ويهد النفوس الشباب كلهم يرزقهم بشغل كده من أوسع الأبواب ورزق من عنده ما يخلص الحمد لله ربنا دايما بيرزق بس ألسع يا عبد ونسع معيك يا رب يرزقهم كلهم بالخير يا رب إن شاء الله يا رب يسعدك ويسعد ولادك يعني أنت عارفة يا ستة كل أنا دايما أقول إن الناس يعني أنا عندي اتنين جيران لقيتهم بيتخنقوا عشان العيال بتضرب بعض لقيت الستات راحوا شطنين في بعض قلتلهم يا جماعة ده قادي العيال اشتكى نفسه انتو بتتخنقوا هترجع العيال تلعب مع بعض طبع يعني إحنا العيال ما يستغنوش عن بعض آه زي إحنا ما بنقول كل الهيصة اللي بتحصل حوالينا دي كلها زي ما يكون زي الأطفال اللي شطنة في بعضيها معلش بسرعة هتروق راح هتروق قوي إن شاء الله وربنا هيروق الحل للدميع والدنيا كلها بس هما يعني الشباب زي بتقولي مستعجل معلش ما مفيد حاجة معلش صبر زينا ما هيبص يا ستة الكل محفيش حاجة تبنت بين يوم وليلة لا أبداً آه ربنا سبحانه وتعالى هيسرها برضو يا ربي يسرها للجميع اللهم أمين لأن طلبت الرقم بتاع حضرتك مرتين ثلاثة أزعلان أن أنت مش هزيني الدهول ليه معرفش ليه يا ستة الكل دا احنا تحت أمر والله أبداً أناش عارفاً لا دا احنا حالة أن الدهولك دا أنت على رأسنا يا ربي يكرمك يا رب ويكرمها هي أستاذة محترمة جداً أميرة دي أستاذة الله يخليك يا ستة الكل دا من زوئك احنا تحت أمرك الله يخليك وليه للكنا بتاعتكو في أنا حتة القناة بتاعتنا احنا في أنا حتة عارفاً بتطلع فوق في الهواء في السطلات انت عاوزة عنواننا يعني يا ستة الكل انت تشرفي احنا عالكورنيش على تون عالكورنيش لكال طيب على أم أنا حاخد الرقم وأبأكلمك ماشي يا ستة الكل عشان مهير يتلم حضرتك ماشي يا حباب تشرفي وردنا يجيب لنا الخير كلنا يا رب الله يخليك ما تقفليش وأميرة هتديك الرقم طب أنا معاك شكراً يا ستة الكل الله يخليك يا ستة الكل سلام عليك مع السلام القلقاس اللي هتعمليه بالسلق زي ما قلت فيه ستات بتجيب السلق السلق هو ده شكله على فكرة أنا هيجي علي يوم وعمل لكم محشي ورق السلق برضو لأن هو ده قوانه برضو ورق السلق الأيام دي تلاقي الورقة بصي زي عريضة كده زي ورق البنجر ورق الليفت ومن بعدين السلق ده بيتحشي برضو هاجي مرة أعمل لكم محشي ورق سلق السلق انت بتجيبه هو ده شكله لما تكوني انت هتعملي القاس بالسلق بتجيبيه وتروحي أطفاءه من أول هنا كده ما تخديش ديه لأن دي هتعمل أليافه زي تبقى في قلب الشربة بتاعت القلقاس زي الشعر كده لأنها مش هتدوب فانت تخدي من أول الورقة كده لحد ما تنزلي على الحطة الطرية دي تأمعيه بالشكل ده أهو وبتروحي جايبة معاه كسبرة خضرة كسبرة خضرة اللي هي دي طبعا كلنا عارفينه كسبرة الخضرة شكلها هي فيه ستات بقى بتروح وغدها وتفضل تخرج زي الملوخية وتاخد وتعصر وتلاقي الدنيا معاها الدهولة خالص أنا هقولك على طريقة أسهل تعملي بيها القلقاس أبو سلق هتجيب القلقاس هتجيب الكسبرة الخضرة وهتجيب السلق وتخسليهم كويس قوي وتصفيهم وتحطيهم في الخلاط تحطيهم في الخلاط زي ما هنشوف دلوقتي أهو وزوديهم شوية مية أو شوية شربة لو أنت هتعمليه بشربة مش هتعمليه بشربة وهتعمليه سيومي زي إحنا معانون النهاردة زودي شوية مية عشان خلطي يلف بس أهو يعني أنا شوفوا الأيام دي شغلالكو في الخضرة كتير لأن أنا دايما الخضرة في الشتاء بتبقى حلوة مرعرعة الصف بيدبلها ويخليها ما تطلعش مورورة كده وحلوة فبعدين الخضرة دي أقل وبركة الخضرة بتبقى حلوة وملينة للمعدة أي خضرة حلوة بتبقى حلوة وبتلين المعدة وما بتعملش إمساك وبتبقى جميلة أول هتحطيه زي ما أنا حطيته كده وهتزودي شوية مية لو أنت هتعمليه على شربة زودي شوية شربة صغيرة آه يا أستاذ محمد زيك يا ست الكل عامل إيه زي حضرتك أصمر يا سمراني الله علیکه على غنات الجميع لو ترضى في هوايا برضو نتالليلي يودع عذابي لي زيك يا ست الكل الله يخليك زيك يا عامل إيه الحمد لله يا ست الكل إن شاء الله يا أخي ما تشوف عذاب في دنياتك آلا الله يخليك يا ست الكل عامل إيه وزي اللي عندك الحمد لله وزي الحدي يسلم عليك ورحمة القوة الله يخليك إن شاء الله تسلم الحمد لله والستاذ امير عامل ايه والستاذ احمد والستاذ عبدالله الحمد لله شوف النهارده انا عاملالك بقى اقول قاس النهارده صامفين تسلم امدك شفتي بقى انت اي حاجة من جيل حاملك كويسة وشايف بقى الخضار بتاعنا النهارده المرعرع وجميل ازاي تسلم امدك ستك انا السلام والنبي انا عايز السلام للناس كلها اللي انا بحبها ولي بيحبوك كلهم ان شاء الله تسلم الحاجة فيفو والحاجة عسمت وابا عمرو بالوراق والحاجة المسامح ان شاء الله تسلم ومن عندي قالت الحاجة حسن الزلط من طمطة ما شاء الله ربنا يا ربنا وورتاج لولو اه حبيبتنا لولو فاكهة صغيرة دي ربنا خلهم لك محنينه ربنا يكرم الله يخليك السلام للناس كلها والنبي انت عارف يا محمد انا عاوزك بس عشان انت والدتك كلمتني دي ست بركة ايزل بقى كده هتلاها الحلبة دي دا اوانها على فكرة الحلبة دي السدق موجودة في كل حتة حتى في السوبر ماركت الهاي موجودة شفتها انا فهتلاها الحلبة دي وخليها تاكلها على فكرة مفيدة لمرضى السكر ربنا يبعد عنها الامراض والكلة والمسانة وحلوة اوي لا يا عمدان ما اعرض وخلي اتعارف خليها بس يتجرب ويقولي السيد تغالية قالت تمام يا عمد منورنا يا محمد الله يخليك السيد تقول بعد اذا ما حضرتك هانا اخد رقم التلفون بتاع حضرتك احنا تحت عمرة خش عالت كنترول وهم هيدوه لك الله يخليك ايه يخلي بالك والله نفس الاكلة بتاع حضرتك اختي بتعملوا بالضبط مية مية اه ما احنا اكلين اروح فين تسلم ايديك الله يخليك تسلم ايديك سلملي عالمك وعلى اخواتك وعلى كل الناس اللي عدد والسلامة امينا والنبل للناس كلها بالله عليك والله سلامك وسلم مع الف سلامة مع السلامة اه زي ما شفتوا اه القلقاس هجبيه وهتقشريه وهتقطعيه وتخسليه بالشكل ده وهتروحي جايبة البصل ومتخرطيه وتشوحيه في سمنة او زيت حسب ما تحبي بس ده سيوم يعملينه بالزيت وهتروحي حتى الملح والفلفل والطماطم بالشكل ده وهتروحي ترسي بقى بعد ما حطيتي كده ترسي شرايح القلقاس كده على فكرة الايام دي القلقاس بيبقى حلوه قوي وموسمه اهو بيبقى جميل وحلوه قوي وبص هيبقى زي الزبدة بس انتي بقى حبيتي تحط لازم تحط شوية زيت تعملي بهم البصله عشان ده سيومي ولو انتي مش عزاس يومي ممكن تحطي في لحمة مفرومة تحطي سمنة تحطي اللي يعجبك بس هي الطريقة واحدة على فكرة هو دايما بتلاقي فيه ايه زي النشا كده يعني ايه ناس تقولك ده مازلق على فكرة النشا ده في ستات تفضل تحط في مياه سخنة وفي ملح وتضيع منه النشا ده وده غلط الفايدة اللي فيه في الجيلاتين ده الجيلاتين اللي في القلقاس ده زي اللي في الكوارع بالزبط بيضيع الخشونة وبيسلك في المعدة وحلوة قوي ومفيد للنخاع وزي الفل ما تمسكوش تفضلي تهري فيه على الحنفية وتنزلي منه الجيلاتين بتاعه الحلو اللي كله فايدة ربنا ما ادناش حاجة وحشة واولا ما بيتبخ ما بتحسيش بالمزلقة دي ولا بالجيلاتين اللي فيه ولا اي حاجة فيه ناس تقولك لا لا احنا ما بحبوش اصلك مش عارف ايه لا اولا ما بيشم النار ما بيبقاش فيه اي حاجة وكمان ده لقاس بيبقى زي الفل وجميل بس هتسيبيه بقى على النار ايو يا ام اميرة ايو السلام عليكم عليكم السلام ازيك مادام غالية ان شاء الله يخليك اخلا خالص الله يخليك بتعمل انه القاس ده ولا لا اه ايه رأيك بقى بتمسكوش ايه كويس الحمد لله فيه ناس ما بتحبوش عشان خاطر يقولك ايه ده مازلق كده وما بيبقاش حلم لا زميل خالص ده بيبقى زي السكر والنار ايوه الواحد ما مصدت ومشي صدق نفسه بصراحة ليه صدق كل صدق والله واحد مشي صدق نفسه ان المادام غالية معاه يختي ده نقول يا بنا قدامك اهو انت اللي عامل ايدنا اللي نفسه ده انا مش بصدق ان انت بتكلميني ان شاء الله تعيش يا مادام غالية عامل ايه وزي اللي عندك الحمدلله وسلامي للأستاذ عصمت اكيد اه واسامك ما بتبليناش حلقة ايه حبيب الكل دوا اه ربنا ادينه الصحة ربنا ادينه الصحة يا رب الله يخليك واميره ما كل اللي يسلم على استاذ عصمت تسلم على اميره ايه وبردك ومادام فيفة حبيبتنا ربنا ادينه الصحة روحه ربنا ادينه الصحة يا رب ويعفى عنها يا رب ساعت ما قلتينه ان كانت تعبانة والله كانوا واحد بيدعي لها والله ربنا شفاها والحمدلله وربنا يشفى كل مريض الحمدلله واحد فرح لها خالص والله دعوه كل قعدت لها والله سلاك عيش وزي ابا عمره وصد محمود الكرد وكله اه كل الناس دي والله داس كلها ده انت ما شاء الله ده انت متابعة ده انت من قبل كالبناني وعم عبدالله انت عصدية اه الشيخ عبدالله الشيخ عبدالله الواحد مش فصدق نفسه والله مدهم غالية ليه يا ست كل والله مش فصدق نفسه لا بص هنا عاوزاك وبص اللي يتكلم مفيش حاجة سباها ما تصدقش نفسك انا منكو وزيكو وطبيخي زيكو وشكلكو كلنا اخوات وحبايب مفيش فرق كل السلام حادثك طيبة وبعدين اخدم الصغير قبل كبير من خدم الناس صارت الناس خدامه ربنا يخليك لينا يا رب ويديك الصحة يا رب ان شاء الله تسلمي واميرا يا بيت عايز اتكلمك هتيرا دي نفسه من الزمان حتى كتابتلك والله اه كفودة شعر ماشاء الله والله طب الديهاني بقى اتكلمك اه اميرا الو 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 يا ست غالية ازايك يا اميرا اعمل ايه الحمد لله انا من اول اه لما دان كنت عايزة اتكلمك بس مش عارفة النمرة يا حبيبية قلبة انت اعمرت الامرة اه 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 انا من كتري ما عاد اكلمها خلصت رصدها ما عليش خلص رصدك انت بقى ههههههه هادي كلمي بقولك يا اميرا اه انت قوليني الشعر بقى انت حفزا ولا لا الشعر الي انت كنت كتباه لا ما مسيت والله قالك حاجة بدلها? قولي. على مبلدنا ثلاث ألوان أحمر وبيض وصود كمان الأحمد روز السادة والأبيض روز السادة والأبيض دا كم زمان على مبلدنا ثلاث ألوان أحمر وبيض وصود كمان شطرة ده جميلة قوي الله ده أنا هحفظها وغنها في البرنامج على طول دي جميلة قوي وعايب وسلميلي على قبل لا فيش يستزعصنا والله سلامك وسلهم يا أمر انت يا جميلة خدي كلمة ماما هتيها عزيزي شكرا مادام غالية خورنا عليك مع علاق يهمك شرفت شرفت يا أمر ربنا يخلهم لك يا رب وتفرح بولادك الله يخليك وانت كمان تفرح بولادك سلام عليكم مع السلامة القلقاس اللي انت هتعمليه بالسل زي ما شفنا كده بتقشريه وبتخرطيه مكعبات وبتحطي المية على النار أو الشربة زي ما احنا حطينا كده وتحطي فيها القلقاس وهنشوف هنكمله ازاي مية أو شربة لو هتعمليه سيامي حطيه في مية لو هتعمليه بشربة لحمة حطيه في الشربة هنشوف دلوقتي هنعمل السل قبل ما حد يكلمنا تاني السل اخلي بالك انت مش هتفضل مشغالة عليه كتير بييد اي معلقة واوعد خطي ايدي جوال خلط وهو شغال واتدوسي عليه كده عشان الباقي يتفرم بدل ما تقودي تخرطي وتعصري ويتبحتر مني اهو بالشكل ده زيك يا بعم سما عليكم عليكم السلام زيك يا ست غالية الحمد لله انا بخير زي صحتك الحمد لله تمام عاملة ايه الحمد لله لعوابت التلفزيون عندك يا بعم حاضر يا استاذة حاضر قناة 25 صراحة اه اه قناة كويسة بصراحة بتتكلم باسم الناس البسطاء وانا عاد من قناة 25 تتكلم باسم الناس البسطاء ما احنا بنتكلم ولا يا بعم والطالب بحقوق الناس وتحلي مشاكل الناس البسطاء انا بصراحة ملاحظ حاجة صغيرة ست غالية انا اقول انا راجل صريح يعني اتفضل انها منحزة للشباب شوية يعني الشباب طبعا هو المستقبل وكل حاجة بس بص للناس اللي هما الاغلبية الناس البسطاء برضو ما احنا احنا بيبص يا ابو عمر والشباب دي ايه يعني 90% من شعب مصر ناس بسطاء وناس كو يعني انا اقول لها حديتك على حاجة انت راجل صديقه البرنامج وعلى راسنا من فوق حديك بتقول اللي يا منحزة للشباب الشباب دي هي الناس البسطاء اللي مش لقيا شغل اللي عندها احلام اللي احنا عاوزين نيساعدهم ماشي هنا وهنا يعني انوازن الامور شوية ما احنا هي دي هي دي يعني الناس يقولك فيه مسج يقولك من فتأة دي متاه ما احنا ما احنا فتناش قدمنا طيب احنا لقولك الكبير ما يبقاش الصغير طيب احنا هنجيب بقى بصة هقول لحديتك على حاجة انت راجل بسم الله ما شو الله كفحت وتوظفت ولقيت وظيفة وراجل محترم وعندك وظيفتك فيه شباب احنا بنحاول نطلعها عشان تفتح بيوت ويبقى عندها اسرة وتحاول تلاقي شغل عموما يا ست غالية انا عايز ابعد بس تحياتي للناس اللي بتتصل وتقول ابو عمر الحجة مؤميرة اللي لسه متصلة دلوقتي اه والاستاذ محمد حمدي مسكندرية اللي هو خليفة عب حليم حافظ وبعدين اقول لحضرتك على حاجة بقى وبعدين كمان احنا قلنا ان البرنامج بتاعنا تواصل اجتمع والدليل على كده ان حضرتك واستاذ عثمت بقيته صحاب طبعا احنا بقنا اصدقاء للبرنامج احنا مفيش حلقة بنفوتها بصراحة اه بخدت بالك اه وبعدين في ناس كتير عارفتنا واحنا عارفنا ناس كتير وفي تواصل بيننا ان شاء الله احنا انا من كم يوم كده اتصلت بالحاجة في في وسلمت عليها وابصراحة ست زال فل ربنا اديك الصح يا بعم ربنا اديك الصح انا عايز بس ابعد سلامي للاستاذ عثمت انا اتقابلت معاه وابعدنا مع بعض برضو راجل كواس جدا اه وبابعد سلامي للاستاذ محمد بستين اه والاستاذ محمود الكردي بس احنا عايزين نعرف عمل اين في الانتخابات يا رب نسمع كل خير يا رب نتسل بيه ونعرف يا بعمر اه قلت انا ناقص حاجة ومدام فيفي اه عشان انا بان ساعد ومدام سهير اين شمس حاضر عينينا عينينا يا بعمر عينينا احرمش منك يا رب انا محرمنا منك الله يخليه مع الف سلام القلقاس بعد ما عملنا الكزبرة والسلق في الخلاط وصفناه بالمصفة دي هيبقى فاضل الالياف بتاعته دي اللي انت بتحمريها في فص طوم ومعلاقة سمنة او شوي الزيت على النار هتبقى بالشكل ده يبقى كده طريقة اسهل متخرطي وتعصري وتفضلي يبقى حواليك الدنيا متزروط ايوة يا امو حميد اللي حبيبتي عاملة ايه السلام عليكم عليكم السلام زكي عسل ان شاء الله تسلمي يا احسن ست في مصر كلها مدبرة يا حبيبة قلب مصر مليانة ستات كويسة والله العظيم انت احلى ست شفتها عساسة والنبي انت الاحسن الله يخليك وسلم ايدي عاملة يا ست غالية على فكرة عاوز اخد رأيك في حاجة اتصابة يا حبيبة ايه رأيك في اللي بيقول ان احنا مع الشباب ومش مع الكبار لا ده انت شبابي وكباري وبتمشي الكبير والصغير وكل مفروض يلفعلك العالم بقولك ان شاء الله تسلمي يا امو حميد ده انت ترفيعلك رأيه لوحديك كده الله يخليك انا لو بيدي كنت احطك رئيس الجمهورية لا مش عاوز اياخت حد الله انا مبفهمش اه كتر خيرك انا ببفهمش غير في الطبيخ انا بقول ربنا يدينا حد صالح ينفع البلا امين يا رب العالمي امين يا رب اه ربنا يديك الصح الحمدلله كلنا واحد والتنا متين واللتا في العجينة بس انا اول مرة اشوف الوقاس اللي بتعمل ترانشاد اه ده بتعمل صانية بقى يا امو حميد وبيبقى زي الفل واول مرة اسمع الوقاس اللي بيتشوي اه لا بيتشوي وبيتحمر كمان انا عارفة بعمله بالتخديع وبعمله بالسلق انت بقى بتعمله بالخضرة بقى صح اه بعمله بالسلق والكزبر الخضرة اه زي انا ما عملت كده واعمله بالفرامة وبكون مطيبة مع اللحمة ايه اه وطيب له القاس معها لما اتقرب تستوي وبعد انا اعمل السلق والكزبر اكبه عليها واعمله بقى الطشة بالتم زي طشة الملخية كده الله ينور عليه كده هو ده بقى ابو سلق اي وده ابو سلق اه خدي خشي بقى على ابو طماطم ده بقى اللي بتعمل صانية ابو طماطم بقى اللي ما بحبوش ما كنتش بقى كله حتى منو انا صغيرة فيه ناس بتحبوا قوي عشان بيبقى خفيف وما بيبقاش في خضرة اه بخده بخضرة بيبقى جميل بيبقى زي العسل ما احنا بنقول بقى كل دار وليها مدار يا ست الكل بس انا عايزتي بقى تجيب الطشة اللي جنب التلاجة ده واجي يحط فيش واد ديه انا وانتي ونعدعني شهات كوسكوسي يا رأيك الله عليكي ده يا اختي ده والنبي عاوزة عملكوا كوسكوسي احنا عملناه مرة قبل كده بس انا عاوزة عملهونكوا تاني للناس اللي ما شفيتوش ونباح لنا ده كربط ولا ده كرويز الله عليكي الله ده انتي عاوزة بقى تاكلي كوسكوسي بالشربة عاوزة ونحط المرعة كده ونأكل ما ناكله بالسكر لا ده انتي استاذة بقى وبتحب الاكل يا ربنا يديك السحة بقى استاذة والله بس الحمد الله بقى المرعة ضحسني عن الاكل بقى لا ربنا يديك السحة يا ربي خليكي استغالي ده انتي استاذة بقى بش كل من ركب الحسان خيال انا عارفة ما هو بيقوله كده ربنا يديك السحة صميع والبغت ضايع لا يا اختي بعد الشر من بغتك الضايع الحمد لله ربنا يديك السحة يا محمد يا ربي يخليكي استغالي الله يخليكي استغالي بس استغاليكي والله يعني بس اول مرة كده شوفوا من غير اللحمة انت بتعمليها عشان عشان اخواتنا الاقباط اه هو الطريقة واحدة لو عاوزة تعمليها على شربة لحمة هيا بتحطي بدل الميا شربة ايو اه او شربة فراخ بس الطريقة واحدة ربنا يديك السحة بس هنجتي بقى على يعني واحد بنتلكك شوية يعني عشان اللي في ادني بنوفر اللحمة ما انتي عارفة لام الحمد لله بانتي موفرة ما انت موفرة ما شاء الله فكل حاجة والست المدبرة والله العظيم موفود كل الستات انا ما خلتش حد اعرفه ف السعودية انا قال لما اديتوا الرقم بتاع القناة وقولهم دخلوها وشوفوا ربنا يديك الصحة يا أمو حميد دخلها وشوفوني وأنا بكلمها النهار ده كل يوم أكلمها يا أمو حميد كل يوم أكلم لا بنتي مشرفون يا أمو حميد يا ربي خليك يا ست إزاك يا هنو ده هند بنت بنتي قول انت بشلمي عن ناس كلها انت قاعدة في السعودية ومن جور السعيد يسعد الناس هناك ناس أمر برضو ده أحسن ناس والله وأحسن بلد والحمد لله فيها الأمن والأمان الله ملك الحمد الحمد لله ربنا يديمها عليكم نعمة وبفانها بلد الرسول عليه الصلاة والسلام عليها أفضل الصلاة والسلام والحمد لله ولما تعزي بس تعمل عمرة وانت يعد هنا كده بتحجزي على البص ديمت ريال وتروحي ربنا يا ربي يديمها عليكم نعمة ثلاث يام أربعة أيام وتعملوا العمرة وتيجي ربنا يديمها عليكم نعمة الحمد لله والله إحنا في نعمة والله ملك الحمد والسكو يا ربي ربنا يا ربي يهون الأمور عندكم ويصلح كل حاجة يا ربي ديم عليكم نعمة ده انتو يتقال عليكم المثل من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه ومن كرهناه كرهناه ويحرم علينا اجتماعه الله انا مرضيتش اقولها بس انت كملتيها بقى لا اقول المثل وكمليه ولا اقولي برا وجوه فرشتلا كنت ماليه اللي اهدالك الله عليك يا محمد انت بقى اللي كملتو الحمد لربنا عندك الصحة يا رب ويصلح الامور ويصلح يا رب بين كل المسلمين ويهدي الامور يا رب لكل الناس يا رب ويخلي شبابنا وشباب المسلمين اللهم امين يا محمد وسلمني على الست العسل اللي بترد علينا على التليفون ديت وعلى الاستاذ عمر اللي ضربوه في التحريق ما هي الرجالة كده بقى شاينها الوقت عوزة الله يعينكم والله العزيق الله يخليك الله يخليكم على قد الظروف اللي انتو فيها ما بتخلوش برضو الجميل وبتخلوش الاصول وتعملوها الحمد لله نحمد ربنا يلا ربنا عندك الصحة الله يخليك يشرفت الله يخليك مع السلام مع ألف سلام القلقاس ابو سلق زي ما شفنا بعد ما خدنا اللي بعد ما صفنا المية بتاعته على القلقاس بالشربة أو بالمية زي ما تحبي بتاخدي الألياف بتاعته اللي فضلة وتحمريها بس ما تحمرهاش أو فيه ناس تسيبها لما تحمره أو لونها يبقى داخل يسود كده دي هتحرق سدرك وتيجي تاكل القلقاس هيبقى عليق في معدتك هتبقى وجعاك لأن انت بتحرق في الخضرة وبعدين بتفكدي كل مميزات وفيتامينات السل انت يا دوبك تشوحي كده زي أنا ما شوحته فص طمك وصبارة نشفة واتشيهم على القاسة بخضر ازاك يا أمو أحمد عام الله يسلمي عاملة ايه الحمد لله ستة غالية ايوة يا ستة كولي ازاك يا ستة غالية الحمد لله اول مرة نطلع على الهوى ازاي بكرنس والمنزالة وطلخة حلوين كريسين الحمد لله وبالقاس وكل الناس اللي عندي زي العسل يا ستة غالية ان شاء الله تسلامي وانت عاملة يا ستة غالية الحمد لله انت أخبارك ايه الحمد لله اول مرة شوف قرقة القلقاس مع قولة اللي بيستال اللي بيستال انتو بتتبخوه بقى صانية احنا بنعمله لا بنعمله با اه 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 زي اللي احنا عاملينه كده اه بس عندنا في الوراق هنا او في القاهرة عماتنا بو سلق كتير اه قليل اللي بيعمل الابو خضر اللي هو اابو طماطم اه لا حضرتك وط التلفزيون اسمعيني من التلفزيون عادل انا وطوط التلفزيون خلصة اه احنا بقى اول انا مفسدة اول يا ستة غالية اللي سمى وطوطك والله الله يخليكي اول مرة نشترك بال بالبرنامج والله انت مش عرفانا جربي بس انت لقول ايه سبو سلق دوت وانت مش هتندمي لا ان شاء الله لا احنا بنعمل كل حاجة انت بتعملها بصراحة انت عارفة يا ستة الكل ما يشكر السوق الا منكسب وهتقولي الستة غالية قالت جربي بس سبو سلق ده اه اعلق بسلم عليكي اولي سلميلي عليك الله يسلمك ابن اختي اهلا وسهلا بيه وانت مصدري برضو بتتفرج عليكي اهلا وسهلا بيكي العيلة كلها بصراحة بيستنوا معادي يعني بيستنوا البرنامج بتاعك بفروض الصاب ان شاء الله تسلمي اه والله يا ستة غالية ده انتو فوق رأسي والله الله يخليكي الله يخليكي احنا بنتفرج جدا عليكي وعلى برنامجكي وعلى كل الاعادة وكل حصلت لنا الف بركة يا ستة الكل مع الف سلام الله يخليكي بتاع الحلبة الخضرة دي عندوكو دي اكيد في منها والله العزمة اول مرة اشوفها معاكي ينهر ابيض والله اول مرة اشوفها معاكي ده احنا بننسها بقى اه ده ستة الكل دي بتطلع زي الرجلة بالظبط برضو بتطلع في موسم البرسيم في الشيتة اه برضو بتطلع بعد بعد البرسيمة بيبقى ربة كده صغير اه بتلاقي ان الحلبة دي تلعب ما انا بقولك ازاي بقى ما تعرفيهاش دي بتطلع ربة صغيرة كده ما انا هجيبلكو الحمدة برضو واعملها لكو اه اه انما اللي اللي بتاع الخضرة الحلبة الحلبة دي حلبة الحلبة دي حلبة انا بربة فعايز اشوفها فين دي هو جبه ده حلوة دي شيفة دي بيزود اللبن للاطفال الردع وحلوة قوي وشيفة وجميلة اه ما احنا عايزين نجيبها بقى انا عالسان بدل ما نجيبها اه لا لا حلوة 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 قوي جربيها بس ومش هتندمي ان شاء الله لا احنا اي حاجة انت بتعملها انا بنندمش عليه الله يخليك يا ستاك كل حاجة بتعملها زي العتل ان شاء الله تسلامي حديك شرفتينه الله يخليك شو كان يا حاجة غالية وان شاء الله دايما يا رب بنجاح بنجاح دايما ان شاء الله تسلامي وكل جماعة هنا العلا كلهم بسلموا عليك ووية ثمين وثالمة وكلهم ان شاء الله تسلامي سلامي كوصل مع السلام السلق زي ما شفتو يدوبك بتخليه يدوبك يتشوح بس عشان لونه يفضل اخضر ويفضل القلقاس اخضر وشكله حلو كده ويبقى له شكله ويبقى له طعم عشان يفضل اخضر كده وبعدين كمان ما تحطيش سمنة كتير كل ما تحمر فيه يشرب سمنة وتحطيه له سمنة وفي الاخر تلاقي السمنة دي كلها طلعت على وش القلقاس وبقى عبارة عن شبري كده من السمنة فوق شربة القلقاس فانت يحطي معلقة سمنة واحدة شوحي فيها القلقاس اشوحي فيها السلق وشوحي معاهم التوم بالكزبارة النشفة وتشيهم عليه زي انا ما عملت كده وصيبيه استوي وهيبقى زي الفل اسلاميا اقول لي يا اموتوتا يا امر ازايك يا اممات انت بتقولي ياختي الامم المتحدة تكلمت عليك ده شوية علينا ان الامم المتحدة تتكلم ونبي ياختي عرفت كده وقلت زي بعض اه لا ده شوية احنا عايزين اكتر ده انت تستحق الجايزة كبيرة يا اموتوتا ونبي خايفة مجلس الامن هو اللي يتكلم ونخش في حزبي ياختي مجلس الامن جنبنا يسوي ايه ده احنا اخسم من كله والله يا اموتوتا برامج الاكل كلها تيجي وتروح الا برنامج الست اموتوتا يرد الروح ان شاء الله تسلم والله يا اموتوتا ان شاء الله تسلم يا اموتوتا تسلم ايديك يا اموتوتا وعنيك ونبي ستات مصر اللي علموا العالم كله اه والله احنا ما الحضارة جات من عندنا يا اموتوتا اه هم يفهموا ايه ده احنا اللي علمنا الدنيا كلها يا اموتوتا وفي الانتخابات كمان في الانتخابات كانت يعني مصر مشرفة الحمد لله بقولك كان يوم عرص الانتخابات دي كانت يوم عرص بل الاعادة بقى يا رب ان شاء الله ما بكرا نزلين تاني في الاعادة يا رب يا رب يا موتوتا بقولك اي يا موتوتا عايزينك تعمللنا بقى البصارة عناية وبعدين عايزة اقولك حاجة الاكل اللي من غير لحمة ده اكل صحي جدا اللحمة لعلمك مش مفيدة زي ما الناس فهمة ان كل يوم ناكل لحمة ده شيء مفيد لينا اه فعلا عادتك فعلا متكلمة وازبوط على فكرة انت بتعملي اكل صحي الناس لازم تفهم ان انت بتعملي اكل صحي وبعدين تسلم ايديك هو كل ما نرسل صواني بقى حلواني يا موتوتا الله عليك مش كل ما نرسل صواني بقى حلواني دي انت بتعملي حاجات طعفة والله يا موتوتا علمتنا نوفر وعلمتنا ما نحملش هام بكرا نعمل ايه الحمد لله ربنا يتزيك السع والنبي نفسه بعيلك دعوة حلوة الله يخليك يا مومسامي ربنا يتفيك شر الحاكم والحكيم والصديق اللئيم الله ويحبف فيك توب الارض وحصا الله ويطعمك ما يحرمك الله وتخشي على الكبير يصغر لك يا موتوتا انت وكل اصطف البرنامج يا رب الله يخليك يا حبيبة قلبي مش عايز اطول عليك الله يخليك يا مومسامي تسلم كل حتة فيك يا ربي وخليلك ولادك يا موتوتا لا اله الا الله يا نور عيني ان شاء الله تسلم يا مومسامي مع الف سلام الله يتسلم والله انا مش هتكلم تاني عشان خاطر اللي قالت ومومسامي يكفي وزيادة يكفي وزيادة حق ما تكلمش بقى انا هسكت بقية البرنامج عشان خاطر الكلمتين دول ما يضعوش ولا من قلبي ولا من دماغي دلوقتي على فكرة احنا قلنا هنعمل الحلوة بتاعنا عشورة العشورة اللي هي الامر اللي بتبقى بليلة هقول لكم عليه بعد الفاصل خلاص 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 لو نزلوا العلم هنولع فيه وانا الله روح ايدي النار لطلع الحارب وانت قبتك تسجل معادي دلوقتي ترابطة منها يجيب لك حسابك مني ما صدقوا انهم ما قفشوا مننا الفلوس بيحاربونا بيها فلوس ايه ياه؟ احنا اول مرة اسمع عنهم صراحة هم اللي عاديين خرابوا البلد ما ينفعش طب راجل خدم الدولة ويصح ان يكرم اعدام لا الهي لله للا واحنا الارخاص هم اللي غالين ربنا ينصر مصر وشباب مصر ورجالة مصر كل شيء فاسد بالقانون والادلة كتير النهاردة برنامجكم دليل هيساعدكم في اختيار المرشح المناسب في الانتخابات البرلمانية لن كل مرشح يدور على المصالح الشخصية بازم كلنا نعرف ايه اللي احنا عايزين من المرشحين وازاي ننتخبهم انا دواتي عايزة تعلم عايزة باردية مصطفى في الدنيا الناس عايزة تعرف القوائم بتعبر عن مين ما حدش قال لي القايمة دي بتاعت مين عشان عارف من المتخب الاسلوب اللي بيستخدمه نواب مجلس الشعب دايما مع المرشحين من الوعود احنا عايزين دولة برنامجة هنتمنى من الله اللي يجي يبقى منتق الله فينا ومنتق ربنا في شغل ومنتق الله في ضرباتي ويعمل ضميره بما يرضي الله هو نائب القمة رجعنا تاني عشان خاطر نعرف موضوع العشورة العشورة اللي هي الأمح اللي هي دي ده الأمح هي دي العشورة بيبقى أمح زي هي نفسها هي البليلة بس بتفرق في حاجة انت لما بتيجي تسوي البليلة بتحطي معاها شوية رز صغيرين عشان خاطر يفتحوا مع الأمح والنشا بتاعهم ينزل يخلي البليلة تبقى ملفوفة شوية لكن لو هتعمليها عشورة ما تخطيش رز لإني طبعا انتي هتحطي نشا عشاء والنشا هيخليها تلف الأمح بتجيبيه وبتخسليه كويس وبتنقعيه ممكن تنقعيه في مياه سخنة لمدة ساعة عشان ما يخدش سوى كتير منك على البتجاز وممكن تديها غلوتين وتطفي وترجعي هي هتشرب المياه وتفنش شوية وترجعي تولاي عليها لما تيجي تعمليها عشورة لما هتستوي هيبقى شكلها زي اللي هنشوفو دلوقتي أيوة يا ناريمين أهلاً إزاك لحد غالية الله يخليكي وليس أنا وانت طيبة حبيبك وانت طيبة وبخير وسعادة إزاك عاملة إيه الحمد لله إحنا بخير إزاك حضرتك ما كنتيس سايما النهاردة صاي مين عشان عشورة يعني تسعة وعشرة حبيبك آه تسعة وعشرة لا أنا مستايما النهاردة أنا النهاردة قولت أعمل عشورة واكل لما الكبد الكبد بخيبة يعني أنا مصبتش النهاردة آه والله بقول لحضرتك ده إحنا يوم الجمعة أنت وحشان يا أولي أنا قولتلك إنه حجة نورة أيها حجة نورة آه بقول لحضرتك آه كن يوم الجمعة عند أختي كبيرة قبل حميرة آه وهما ما يفتحاش وكون ولادة كلهم عدت قلوم السبت غالية ساعتين وساعتين من اتكلم على حضرتك والله ربنا يدي في السحر عشورة عمل قلوم دي جميع بحبها وحديثة حالية وكل إن شاء الله تسلم يا حبيبت الله يقول لك يا أختي قبل سلم ده ريسة تبير منزلي آه بسلعت معايز بر تلعت معايز عادة نتكلم على حضرتك وكل حاجاتك حلوة وكده الله يخليك يا سيطة كم أنا كنت أعمل السلق أعدا حمره لا أعملي بالطوم وكده ويسود مني لا يسود أه وقد ده تشمحة واحدة ومتحطيش سامنة كتير أنا باخد منك حاجات حلوة والله أنا بحفتك جدا يعني وعايز أخوتي يحبوك يقول لكم وسنة بالسلم عليك يا أختي الله يخليكي الله يكرم سنة بالسلم حضرتك طيبة وانتي طيبة وبصحة بعفو سنة جاي بقى كوني حاجتنا رجع من السعرية مشانا أقول تلك وبكنا أقولي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من طبا يا ملمومين والبركة في اللمة أه وبعدين أنا ما دبت القدرة انتي قلتي لحضرت منين؟ من سوق الأزهر هتلاقي سوق أي حد بيبيع ألمونيا في أي سوق شعبي سوق الأزهر سوق السيدة عيشة في الحسين في أي حتة هتلاقي الإدرة؟ آه حاضر يعني أحا دور عليها ميش وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة وبكي أنا كده هجري عليكي جميلة على ولادك الله يخلي معايا منا ومعايا نورهان ربنا يخلهم إحنا بنحب إحنا كنا نسع بنات والله ما جافش سوفيان فأنا بحب البنات قوي ربنا الحمد لله البنات بزقها واسع طيب يا حزب مش عايز أحب أرغع في الناس بيقود يروغوا معاك ويابون الضيق إحنا كمان عادتك شرفتي مع ألف سلام إذا أقول لي حضرتك حاجة اتفضلي طيب بعد بعد سلامة على أختي يا حميدة وأبلا سألوها حاضر سلامك واسع ليستكونا مع السلام يا حبيبي مع ألف سلام إن شاء الله تسلام هنرجع بسرعة عشان خطر وقتنا للعشورة أنا قلت بعد ما بتخسليها وبتبليها وإما تخديها فورتين وتدفع عليها وترجعي تكملي بقيت سواها هيبقى شكلها بالشكل ده وما تحطيش اللي عشورة لو هتعمليها عشورة ما تحطيش رز عشان خاطر هي النشا اللي هينزل فيها هيلفها هتبقى بالشكل ده مفتحة وكده وهتبقى المية بتاعتها ناقية وسهلة وما فيهاش أي نشا هتنعمل بقى حاجة هتحطي لبن هتحطي لبن حسب الكمية اللي عندك يعني هي دلوقتي فيها المية بتاعتها اللي كانت مستوية فيها هنزود عليهم شوية لبن وهتحطي كمان نص كباية لبن على بالضبط ست معالي إنشا ست معالي إنشا ولازم تكوني محلية السكر حسب مزاجك السكر حسب ما انت تحبي ألو ألو إزايك يا ستة كل إزايك يا ستة غالية عاملة إيه يا معالي الحمد لله في حالك الحمد لله إحنا بخير إنتي أخبارك إيه؟ سويسها سبحانك الحمد لله إنشاء الله تسلمي خير الدواب تأخرنا على التليفون بطرحة ربنا معاليش غزبا عنينا والله يحقك علي أنا بيبقى بس فيه اتصالات وفيه ناس بس إحنا ما بنحبش نزعلكوا بعدين عملنا لكم خط مباشرة معاليش تسحالك إحنا المرة الجاية نطلبك يا ستة كل ولا يهمت إيه يا ستة الله يخليكي الله يكرمك وإيه اللي انت عاملها ده شو اسمه؟ عشورة عشورة البليلة بس دي بتدفي عليها نشا وبتحط لها فانيليا وبتحط لها لبن زي البليلة بالضبط يعني بصي بتحطي شوية فانيليا كده وتزودي لبن وتعملي اللي انت عاوزا فيها إيه سلاميك بصراحة ربنا الله يخليكي يا ستة كل إيه مع السلام مع ألف سلام أهم حاجة إن انت تدويب النشا كويس قوي في شوية لبن أو شوية مية قبل ما تحطيه عليها وتحطيه وتقلبي كده وهتسيبيها بقى تلف العشورة دي بقى بالنسبة لنا احنا بقى هنا في مصر عشان اخواتنا العرب يبقى عندهم فكرة دي ليه هتقوس عندنا يعني احنا بنعملها ونفرقها على الجيران وعلى حبيبنا وعلى قريبنا لأن ده بيبقى موسم ودايما تخلي عليها النار هادية شوية عشان خاطر ما تشتش لأن هي زيها زي المهلبية بالضبط والرزة بولبن لو ايديك مش فيها والنار عالي عليها هتلاقيها شطت منك هنشوف بقى القلقاس زي ما نستوى ببتدي نغرف القلقاس عبل ما تتعامل للعشورة العشورة حطي بقى فوق الوش اي مكسرات تعجبك يعني انا هحط زبيب وحط جوز هند زي ما انتو شايفين كده انت يحطي اي مكسرات حسب امكانياتك القلقاس القلقاس ده كمان خلاص استوى وبقى زي الزبدة بيبقى حلوة او القلقاس الصانية ده ولو عندك امكانات ممكن تحطي لحمة مفرومة مع الصاجة كمان هيتطلع حلوة اوي ايو يا مهاجر هلو هلو إزيك يا مهاج الحمد لله أنا بخير وقت التلفزيون عندك بسة ويوسمعني من التليزون ماشي إزيك يا مهاج إزيك يا حاجة غالي الحمد لله أنا بخير إزي حال الحمد لله دعم له الحمد لله إحنا بخير أنا بتفرج والله عليك على طول الله يخليك أنته من ضميات نفسها أيو punto ومن حسروة البورج آه أهلا وسهلا أنا بس عايزة أمثل على من ياسر ووودة اللي عدين بتفرجوا عليك الوقت والله ده انتو مشرفيننا انتو مشرفيننا ازي يا حالك؟ الحمد لله احنا في خير انا عادة بنتفرج على عمال العشرة بتاعتك دي اه انتو جنبوكو بقى كفر ساعد وكفر البطيخ بقى وكل الناس الحلوة اللي هناك ايو اه عشان كده انتو مشرفيننا والله ايو واتي التلفزيون واسماعيل من التلفون واتي يا نوش شفتي كالتي قبل كده والقاس المطبوخ ده؟ اه عملته بس احنا ما نعملوش بالطريقة بتاعتك دي اه بتعملو ازاي؟ احنا بنعمله في الشربة وبعده بس لو القاس بنحمره اه بتحمره لو القاس الاول؟ ايو لا القاس بنحمره في الاخر اه بنحمره مع الثوم وكده وبنعمله طب يوصيفها لي بقى واحدة واحدة بقى كده عشان نتعلم منك ونعملها احنا كمان بنكون مثلا عملين اللحمة اه ونسالقينها ونجهزينها ونكون مسكين الله اه كمان ونكون مسكين القاس غسلينه اه وبعده نحطه في اللحمة بقى وما يستوع نمسك البصل الاول اه نعملها وندعكها بالفلفل والحاجة اه ونروح حطين عليها الشربة باللحمة اه وبعده كده نروح مسكين القاس غسلينه وحطنه في الشربة اه وبعده كده ما يستوع بقى نكون احنا مجهزين السلق اه محمرينه وناخد الزيت بتاعه نحمر في التقم اه وبعده كده تحط في الآخر بيبقى جميل قوي اه والنبي يبقى جميل منك صحيح بقى ده انت بتبقى استاذة الله يخليك يا حاجة غلي لعد انت تيجي بقى عندي هنا بقى في المطبخ المتواضع ده ماشي يا سيد احنا خدمين ان شاء الله تسلمي يا ستك كله انت منوارة الله يخليك يا ست غلي الله يكرمك شرفتينه الله يخليك انت على دماغنا الله يخليك الله يخليك ده انت ولا على راسة المصورة الله يخليك الله يخليك هاي زي حاجة. إن شاء الله تسلم يا حبيبتي. مع ألف سلام. سلمي بقى على عيالك كلهم وحبيبك وإخواتك وكل الناس اللي عندك. الله يسلم. مع ألف سلام. مع ألف سلام الله يسلم. الناس يارى يعني الناس كلها كلامها حلو. شوف الناس المصريين الطيبين. كلهم طيبين كده وكلامهم حلو كده وكلامهم موزون. يعني دايماً إحنا نقول الكلام الزين يسد في الدين. والكلمة الحلوة تخلي الحجر يلين. يعني الحمد لله. شايفين بقى لما ما تحطيش سامنة كتير وما تفضلش تحمري في السلق يبقى لونه حلو إزاي؟ يبقى لونه أخضر ويفضل لونه أخضر وجميل كده. وتاخدي بقى شربة شربة منه جميلة وحلوة. والقلقاس الأيام دي زي الزبدة بيستوي على الهوى. ما بياخدش سوى اللي يبس عشان إحنا في الشتاء. القلقاس دايماً بتاع السيف بياخد سوى كتير يعني يعود كده مثلاً إيه بتعله بتاع ساعة أو ساعة ونص عشان يستوي. أيوة يا إيماني إزاي؟ أيوة. إزايك عاملة إيه؟ الحمد لله. يا رب دايماً تكوني بخير. إزايك يا ستغانية؟ الله يخليك يا ستغانية. عاملة إيه؟ ومنورة سكندرية بحالها. إن شاء الله تسلمي. ومنورة العجب. الله يخليك ده منورة بأهلها. ربنا يخليك. إنتي عاملة إيه؟ الحمد لله إحنا في خير. إزاي بناتك. الحمد لله في خير نحمد ربنا. الحمد لله. الأكل الجميل اللي إنتي بتعمليه ده. الله يخليك ده منزول. أكلنا المصري الجميل. ما هو أكلنا؟ مش أكل القنوات اللي هو إيه؟ أكل المطاعم بقى اللي هم بيعملوه. أه لا ده غير كده. كمان في عسامي حاجات يقولها بيتجيبها من الأجزاصانة مش من السوق. عسامي غريبة في تاعتنا. لو عندك بنتين ربنا يخليهمك يا رب. الله يخليك يا ست الكلين. وأنا كمان عندي بنتين. الحمد لله. عندي أسماء وعندي أسراء. ربنا يا رب يخليهمك. ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك. الله يخليك يا ست الكلين. فرصة سعيدة أن أنا سمعت صوتك. الله يخليك. وبتخلي المشاهدين يتعرفوا على بعض عن طريقك والله احنا دايما بنقول كل الناس تحبوا بعض ويا بعدين أقل وبركة زي ما انت شايف احنا بنعمل حاجات خفيفة وتكليفة قليلة ايو 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 حاجات جميلة انت بصي انت تعملي العشورة وانا قاعدة بنقية دلوقتي عشان اعملها ها كل سنة وانت طيبة ملموسة كل سنة وانت طيبة يعود عليكم بخير يا رب الله يخليك يا سيتكم وعلى بلدنا كلها بخير يا رب يا رب بدايما ان شاء الله الله يسل به كل سنة وانت طيبين وانتي طيبة و Forte معالف سلام سليمنا على الستفل اللي عنده كل وكل وكل والله كلهم سلام وعلى أنتونيوس اللي طلع المرأة اللي فاتت فى الكاميرا اه معانتونيوس انا عملانه النهار ده잎 والقسم صيامي يلا كل سنة و هو طيب وانتي طيبة و effect شكية جدا معالف سلام معالف سلام معالف سلام العشورة دي على فكرة احنا دايما بنعملها عشان نفرقها والناس كلها تحس ان في موسم والناس بتحبها وتلاقي اطباق طالعة واطباق نازلة واطباق راحة واطباق جاية دي بتبقى عادة حلوة قوي والناس دايما يا ربي ما يقطع لنا عادة مش عاوز حد يقطع له ربنا يقطع لنا عادة ابدا والله الودود ده بعد طبق للشيخ عبدالله في الصعودية عاوز اوريكم بس حاجة للناس اللي مش عارفة القلقاس اللي بالطماطم اه تقول لك لا ممكن ما يستوي على فكرة ما بياخدش سوى زي ما انتو شايفين اهو بيبقى مستوي وزي الزبدة بالزبط زي وزي البطاطس ما بيتحملش بصي لو انت عندك امكانيات تحطيله لحمة مفرومة ما عندكيش اطبخي كده هيبقى زي الفل ويبقى حلوة اول ايوا يا حاجة فاطمة ايوا ازاي حضرتك ازاي حاجة غالية عاملة ايه كويسة الحمد لله انت اول مرة تكلمينها ولا انت كلمتين عابلي كده لا كلمتين كده 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 عادة شوف الزاو الاسر انت عاملة ده جميل انشاء الله تسلامي جميل يا حاجة فاطمة الله يخليك انشاء الله تسلام يا حاجة عاملة ايه الحمد لله يا رب دايما تكون صحتك حلوة احنا عايزين ت��انينا منبار كده الحاجاتك حلوة جميلة والنبي عملنا يا ختي في العيد عملنا المنبار وعملنا الكرشة اه عملنا كرشة ولاحمة راس وعملنا اسمين وكل حاجة اول نبي خشي كده على الفيسبوك لو عندك حد بيعرف هو بيطلعولك الحلقات دي وعشان خطر عينك نعملها تاني الله يخليك يا حاجة غالية والله نعملها تاني انت النغارة الشاشة ان شاء الله تسلم انت جميلة والله الله يخليك يا ستة الكل وزي الاولاد الحمد لله كلنا بخير في نعمة الحمد لله طيب عازين كده حبت اللي هو الشلولة وده الحاجة الحلوة كنت عاملة الشلولة والحلقة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت اه والله عمالها سيامي بقى اه عملتها سيامي اه 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 دي عمل الدجة جامدة او في الفيسبوك اللي ايتوا معدين يكتبوا على الشلولة و ايه الشلولة وديو حاجات كده اه 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 قلتلهم دي الشلولة ودي طلع عمرنا بنقولها والجسم اللي انتو شايفينه ده كان بياكل شلولة والحد دلوقتي بحبها اه بتبقى خفيفة وحلوة انت ترميل عشورة جميلة هاي بتخليفها جميلة جميلة اه شفتي بقى لازم تلفك كده تبقى حلوة اه انا متباعك على طول انشاء الله تسلام يا حاجة اه جميلة احنا النهاردة بقى هنفرق على حبيبنا كل القنوات اللي جنبنا لا كل القنوات اللي جنبيكي والنبي نبعتلك يا حاجة كل سنة وانت طيبة دي بتبقى عادة كده واحنا بنحب نفرح اه والله لا يخليكي ربنا ما يتعليكيش عادة اه ادعينا بس ربنا ينصرنا بس ان شاء الله ان شاء الله يا حاجة ما مش في شرعة تحليل حاجة ربنا موبود يا حاجة ربنا ينصر مصر بدعوات الناس الطيبة اللي زي يا ربي يا اختي مع السلامة حاجة غلي مع الف سلامة انا بس عاوز ابعد سلامي للزاوية والوايلي والاميرية وكل الناس الحلوة الجميلة اللي بتكلمنا دي النهاردة هنغرف العشورة زي ما انتم شايفين بقى كده لازم تبقى لفة اوعي تنزليها لاهت خيء واوعي تشيط بصي خلي ايديك فيها كده على طول عشان ما تشتش لو عندك بقى شياطة اعرصة اي حاجة حطيها تحت الحل عشان ما تشتش ولو ما عندكش دا ولا دا وطي عليها امه 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 يارا لارا امه لارا ازايك يا امه لارا الله يسلمك يا اختي ايه يا اسام اللي انتم بتسموها الحلوة دي ربنا يخليكي انا اكتكلمك والله من زمن قوي ان شاء الله تسلمي بس الولادة هي اللي كانت معطلاني معلستي انت عامل ايه الحمد لله بخير انت يخبرك والله العظيم انت ملكيش حل سكر عسل في كل حاجة ما شاء الله تحت ان شاء الله تسلمي انت عامل ايه والله عسل في كل حاجة ما شاء الله ربنا يحفظك ويحفظك اولادك يا رب ان شاء الله تسلمي الله يخليكي انت عامل ايه وازاي الناس اللي عندك الحمد لله نبعتلك عشورة بقى ربنا يبارك بيكي لا دا موسم بقى ولازم نبعتلك ربنا يخليكي والله والله العظيم حتى متقدر تكلم من الفرحة لان انا اصلا بحبك قوي وبحب كل حاجة بتعمليها ما شاء الله ان شاء الله تسلام ارمي الحب وتوكل على الرب ارمي الحب وتوكل على الرب ربنا يديم المحبة ربنا يخليك يا رب وتلبي الكل اللي عندك في البرنامج والناس اللي بتسوصل بيك وكل الدنيا كلها ان شاء الله ربنا يخلينا دايما بخير الله يخليك يا ست الكل والنبي سلامك وصل يا اميرة ربنا يبارك فيك ولا رب تبوسك بتبعث لك بوسة كبيرة عشان انا بعلمها تبوس انت لسا بتعلمها تبوس ايوه بتبعث لك بوسة كبيرة قوي ياختي ربنا يخليها لي ربنا يبارك فيك يزغنونا عندها قد ايه عندها دلوها اربع شهور لا دا ما تعرفش تغني معانا دي تزغنونا قوي ربنا يخليك انسو الله هكلمك كل يوم باذن الله ان شاء الله ربنا يخليها لك كده ويديها الصحة ويبارك لك فيها ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يبارك فيك دا انت بقى يتبع عليك المثل زينت الستات الادب ربنا يبارك فيك والله العزيم تلاتة يعني انت كلك ادب واخليه ربنا يبارك فيك وربنا يحفظ لك اولادك يا رب الله يخليك واشوفك دايما كده سعيدة ومهج يسيرك ربنا ان شاء الله انت اعدام حبيتنا بقى من حبينا حبيناه وصار متاعنا متاعه انا بعموت فيك ان شاء الله تسلامي نبري ان شاء الله تسلامي شرفتين لك ربنا يبارك فيك الله يخليك يا ستة الكل وربنا يحفظك ان شاء الله وكل سنة وانت طيبة وحضرتيك طيبة وبخير شرفتينها ربنا يشليك مع الف سلامة مع الف سلامة يا ستة الكل زي ما شفته القلقاس هرجع اقول تاني القلقاس اللي بتجيب السلق وبتقطفيه ما تخديش العرش اللي فوق خدي الورقة بس ومعاها كزبرة خضرة وعمليهم في الخلاط بشوية مية أو شوية شربة وصف فيهم كويس صف المية بتاعتهم على الشربة أو المية اللي هتعملي بها القلقاس وحياء القلقاس كويس بالملح والفلفل لو شربة هتبقى هي متحياءة وبتاخذي الألياف بتاعته على معلقة سمنة واحدة وبتدقي في السنتوم ومعلقة كزبرة نشفة تغيرة وبتشوحيهم مع بعض ما تسيبهوش يحمر قوي ولا يسود تيادو عشان يفضل لونه أخضر وحلو كده وتروحي تشاهم عليه وبتسيبه يستوي هنيجي للآ طب نتكلم الست كريمة بقى عشان إحنا مؤثرين معاها آية ست كريمة إزاي كريحة غالية الحمد لله إحنا بخير عملي إيه الحمد لله الله يخليكي اللي قلقاس بتاعك جميع إن شاء الله تستمعي أنت عزمتيني قبل كده وهجيلك إن شاء الله إن شاء الله أه طبعا آه ما نيضاش ننسحة بايبنا أنا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله ماشي يا ربي يقول تكلمك قبل ما نمشي إن شاء الله راحة ليبيا آه طبعا رايحة جوز ابني هناك إن شاء الله دعيله إن شاء الله يا ربي يا ألف مبروك وربنا يتمين لكم بخير الله يخليكي ست كول الله يخليكي الله يخليكي إنسي عملة إيه الحمد لله الحمد لله إحنا بخير الله يخليكي ماليبيا برضو بلادنا وإحنا هم أخواتنا آه طبعا إحنا كلنا أخوات الحمد لله ست كول الله يخليك الله يخليكي انت عاملة إيه؟ الحمد لله إحنا بخير وتمام منح Canvas الحمد لله والطعم اللي عندك كله إيه والعسل اللي عندك الحمد لله كلنا بخير وتمام الله يخليك الله يخليك عادتك مأشرفان الله يخليك يا ست دي كل سنة وان طيب أنا حبيت أسلم عليك الله يخليك الله يخليك ودعواتك لينا بقى الله يخليك بس ع Pascal кил مرة منع KP بما تُوصل إلى ليبيا تكلمني من هناك حكلمك إن شاء الله من ليبيا ولما نيجي إن شاء الله سكنذرية حكلمك ان شاء الله يا سبت كله. انا بصي بنتي معاك يا ايه عايز اتكلمك. هاتيه. انشاء الله بالنبيه وربريك انشاء الله كالسريحة. هلو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازايك يا مده مغالية. الحمد لله بخير انت ازاي. النهاردة انت مزاجك مش حلو. لانا النهاردة ده مبسطة وزي الفل وعمل عشورة. مش عارفة انا شايفيك كده النهاردة مزاجك مش حلو. لا والله العزيم ده احنا زي الفل ردة ونعمة من عند ربنا. ربنا يصلح عليك يا ربنا. الله يخليك. عايزك تسحاتي كده تخليها على الله سبحانه وتعالى. لأ انا بقى النهاردة انا سمعت كلام حلو الدعوة اللي ضعيتها ماما سامية. فقلت بقى مش عاوزة اتكلم بعدها. ربنا يبارك لك يا ربنا. اه جابت هي الاخدر واليابس. وقيت لك ماما كترنا من الامثال. حاضر. الزمن اللي احنا فيه ده. حاضر. هنقول لك قفت امثال قد كده. ربنا يبارك لك يا ربنا. حاضر يا ستك. ان شاء الله يخليك شرفتين. يخلي المطيل غيري. الله يخلي. مع الف سلامة. وادع الماما بسولة ادعالها. والله يبادع لكل الناس وكل مصري بالخير. روائي كده روائي. ربنا يصلح لنا وحالك. الله يخليك يا ستك. الحاكي بقى. اه. 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 غير اي مرة. والله يبادعك على اخر ومبسوطة عامل عشورة. ربنا يصلح لك كمان. ربنا يصلح لنا. اي وكده ضحكتين كميلة. ان شاء الله تسلع لنا. الله يخليك. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. مع الف سلامة ستك. نرجع بقى بسرعة كده على القلقاس اللي هو بالطماطم بتجيبي بصلايا بجلاوها تجيبي كل القلقاس بتعملي عليه بصلايا واحدة كفاية او متوسطة. بتمسيكيها تخرطيها وتشوحيها مع شوية زيت او شوية سامنة حسب ما تحبي. وبتروحي حطى طماطم وحطى ملح وفلفل بس. وبتروحي رصى شرايح القلقاس زي ما شفتي كده. لو انت عاوزة تحطي فيهم لحمة او تعمليها زي صنية الفراخ بالبطاطس. عاوزة تحطي فراخ فيها. حطي لحمة حطي برحتك. عاوزة تعمليها سادة بالشكل ده. برضو ما يضرش هتبقى برضو مسكرة وزي الفل وما فهاش مشاكل. ايا ايمان. ازايك؟ ازايك انت عاملة ايه؟ الحمد الله زي حضرتك. تمام. الحمد لله انت عاملة ايه؟ الحمد لله احنا بخير. اكل جميل يعني مش الله عليك. الله يخليك يا ست الكل. كد والله. الله يكرمي. اه كنت عايز اعرف بس مقدير العشورة دي تانية عشان انا ملاحظتش اكتبها. والله انا كنت لسه دخلة دلوقتي حالا قبل انت ما تكلمين عشان اقولك على مقدير العشورة. بص يا ست الكل عشان برضو كل الناس اللي ما خدتش بلا واخدت نتكلم. اه. فلت بقى تعملين حاجات حلوة كتير يعني. عينينا يا ست الكل حواضر انت في امري. حاجات الحلوة دي. الله يخليك. والله يا ده انتو اللي حلوين ما فيش احلى منكم. الله يخليك يا منكم. معدير العشورة بتجيبي ربع كيلو امح زي ما حدتك شفت شكله كده. اه. وبتخسليه كويس وبتنقعيه في مياه سخنة او تديله غلوتين. بتبقيه يومين? اه? يومين? او وتدفي عليها هي هتشرب المياه وترجعي تعمليها ما تيجي تدخلها في العشورة هتكون هي فنشت كده وبقت حلوة قوي ده بالنسبة للربع كيلو. هتحطي عليه نص كيلو لبن هتحطي بالزبط اه من من ست معالق لتمن معالق نشا معلقة كبيرة. كويس كده. وتحطي فانيليا وتحل السكر حسب ما تحبي والمكسرات حسب امكانياتك. بس اهم حاجة وانت بيتسويها النشا حطي عليه ما تحطيهش مباشر يا اما تدو بيه في نص كباية مية او نص كباية لبن وقيت تحط وقيت تقلب وتوتي عليها النار عشان ما تشتش منك لانها زيها زي المهلبية والرزب لبن. بتحب النار وطيه لحد لما تلف. اه. بس كده. اكل جميل استغليه وتفلم ايديك. الله يخليك يا ست الكل. اه والله. الله يخليك انت مشرف. معالف سلام. معالف سلام. اه يبقى دي مقادير العشور احنا قلنا وقلنا مقادير القلقاس وقلنا اه مقادير القلقاس اللي هو بالطماطب. وان شاء الله في اي فرصة تانية هنعمل لكم القلقاس المشوي والقلقاس المقلي. ده برضو حاجة جديدة هي احنا كنا كل ده والله كنا بناكله زمان وامي كت بتعمله وستي كت بتعمله بس بش عارفة الناس نسيت الاكلات الحلوة دي ليه. والله امي كت زمان بتنسك القلقاس ده تخرموا كده وتحطوا في محمة الفرن يستويه هو والبطاطس والبصل المشوي والبطاطس المشوية والقلقاس دي كل لا اكلات حلوة اي بس الناس نسيت احنا هنفكركم بيها. اه وبعدين الحلبة الخضرة كمان دي اكتر حاجة احنا فكرناكم بيها. الحلبة الخضرة دي جميلة وحلوة اوي ومفيدة وزي ما قلت بتنشط المسانة وبتكرر البول وحلوة جدا ومفيدة للمعدة وملينة. وما تقولك مش بحب الحلبة عشان بتعملي ريحة بيبقى ريحتي حلبة. لا دي مش غير الحلبة الحصر ما بتعملش ريحة في الجسم ولا في اي حاجة وبتبقى جميلة. اه الحزبة مش مكلفة كيلو القاس ب 2 جنيه ونص يعني احنا الوقت لو جايبين اتنين كيلو كيلو عملنا اخدر وكيلو عملنا بالطماطمة دي خمسة جنيه. والبصل هتجيبي بصلية واحدة مش هتكمل حتى ربع كيلو بجنيه. وهتلاقي الحزبة اقول عشورة يعني الحزبة كلها تخشي. قولي عشرة جنيه عشورة خلى ايدك فرطة. اه. والعشورة بقى تعمليها تفرقها لحبيبك واخواتك وولادك. ويلتلاقي العملية كلها مدخلتش في 15 جنيه. وبعدين كل اللي عندها حمى ادي حماتك طبق عشورة اول واحدة. عشان مسيرك يا امرأة الاب هتبقي حمى. واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله. موسيقى موسيقى